لطالما كانت الطربة الدامية لسيد الشهداء عليه السلام مصدر الهام على طريق مقارعة الظلم وكان كبره الشريف موضع تكريم يتحلق حوله الاحرار ومما ثبت ورسخ ذلك تأكيد وتشديد الائمة صلوات الله عليهم على ضرورة زيارة القبر الشريف وهذا ما جعل الحكام الظلمة يستشعرون الخطر من هذا الجانب دائما ويعملون على اخماد نور الزيارة ويأبى الله الا ان يتم نوره منذ عهد بني امية كانت زيارة القبر ممنوعة وتخضع للرقابة الى عهد هارون الرشيد وكان عهد المتوكل العباسي اشد العهود قساوة على ضريح الامام الحسين عليه السلام حيث امر بهدم القبر الشريف عدة مرات بعد ان منع الابي طالب والموالين لهم من زيارته تحت طائلة العقاب وعلى اساس ذلك ولابقاء نور الزيارة وهاجا في قلوب المؤمنين تحدى الامام العسكري عليه السلام الارهاب العباسية تجاه زائري قبر الامام الحسين عليه السلام فحث على الزيارة خاصة في اربعين سيد الشهداء عليه السلام حيث وسم المؤمنين بعلامات احداها زيارة الاربعين كان حديث الامام العسكري عليه السلام ملائما للوضع الذي كان يعيشه اتباع البيت صلوات الله عليهم انذاك فباشر بنفسه نعم باشره بنفسه الشريفة حيث امر احد اصحابه ان يستأجر له رجلا من الثقات ليدعو له عند الحسين عليه السلام دون غيره من الائمة عليهم السلام وقال لاحد اصحابه ان لله مواضع يحب ان يعبد فيها وحائر الحسين عليه السلام من تلك المواضع موسيقى